السلام عليكم شباب رجع لكم فيديو جديد وهذه المرة الفيديو يخلص لابتوب السوس سترك لكم موديلها على الشاشة هذه اللابتوب تشتغل بصورة طبيعية ولكن بشاشة بيضاء وإثناء تحريك القبغ مع الشاشة أو الكفر مع الشاشة يصير بها تشوه بالصورة مرات تظهر الصورة مرات ما تظهر وإذا ظهرت فتكون صورة مشوهة كيف قدرنا نصلح هذا العطل بدون أي تكلفة تذكر هذا الشيء ستعرفونه أثناء مشاهدتكم الفيديو وخليكم إيانا هذه حالة شباب سأشوفكم إياها شغل الحاسب الشكل هذا تطلع لك خطورة مثل ما يشاهدون وشاشة بعدين مثل تبيض حالة الضغط على الشاشة يصير بها تغيرات بالعلوان إذا شاهدون أثناء الحركة الصورة تصير بها الشكل هذا دعونا نعرف دعونا نشاهد سبب المشكلة وماذا نتعامل بها هذا النوع من المشاكل من أين تبدأ وماذا تبدأ شباب دعونا نفتح القبغ مع الشاشة بها الشكل هذا دخل عصابك تحتها وترفعها لكي تكون متأني حتى لا تكسر الكفر طبعا هناك واحد فاتحة قبلي تطلعها بسهولة فأكيد ليس على وضع الشركة ثم نبين نفتحها للبر الفوق ثم نفتحها براغي ثاني عندك البراغي الجوة مجرد تتخخيهم وليس تفتحهم كامل فراتين مثلا تفتحهم فراتين فراتين كل براغي تفتحها فراتين حد ما انه الظهر يقوم يلعب عندك به الشكل هذا الحتي سيكون عندك مجال تفتح البراغي اللي بالصفحة عندك براغي بالصفحة ثم ثبتين الشاشة أربعة بكل جنب مراتين ثلاثة تفتحهم به الشكل هذا ننزع لسلامة العمل أهم شغلة تفتحها عندك تلعب بالشاشة أو تشيل شاشة ترجعها ننزع البطارية وننطفيها ننزع البطارية ننزع البطارية ما ننسى نمشي تنزع البطارية إذا البطارية ما لابتوب داخلية فحاول تفتح اللابتوب وتنزع البطارية لأنه خط 19 فولت يمر على سوكت الشاشة واللعب بالسوكت أثناء وجود مصدر للتيار خطر جدا فلا ننصحك فلا ننصحك نهائيا تجد شاشة ترجعها والتيار موصول بها هذه أهم نصيحة أستطيع أن ننصحك بعد ننزع البطارية سننظر المشكلة من الشاشة سننفق طبعا أحد يحاول أن يصلحها كما ترى سننفق سننفق الشاشة قبل كل شي سننظف نفس الفلكس وننظف السوكت مع شاشة طبعا بأي محلول تستخدم ثنر تستخدم كحول نقي بنسبة 99% يعني مركز تستخدم عطر إذا لم يكن لديك لا كحول ولا ثنر بس شنو؟ أضمن أنه لا تستخدم كميات كبيرة للتنظيف وأضمن أنه المادة اللي استخدمتها الطير بعد ما نظف بها يعني الآن نظفت إذا كان أثار أوكسيد أو شي رح يمسحها بالكنينة بالكنينة نكسب هالطريقة هاي نحن نجرب مرة ثانية نزعنا في تكس الشاشة نضفنا السوكت نرجع نجرب مرة ثانية بسم الله بسم الله حالة الشاشة استقرت لكن دعنا نجرب إذا سترجع تشكل مرة ثانية أو لا دعنا نحرك الفلكس ما الشاشة جاي حركة ما جاي سبب أي مشاكل ها هنا مثل سبب شكال طفل طفلت الحاسبين داسي لزرمن فور إذا تشوفون الشباب حاليا الشاشة مش تغلب صورة طبيعية ولكن حتى لا يصير عندك أحراج والزبون أو تضغط على مكانات اللي ممكن يصير بيها عدم توصيل شباب مثل ما شفتو نظفنا الفلكس ما للشاشة ونظفنا السوكت ما للشاشة المشكلة راحت حتى تضمن عدم عودة هذه المشكلة مرة ثانية بتيب قوي جدا يكون الاتصاق مارو قوي ثبت هذه المنطقة كلها بالتيب حتى تضمن عدم حركة السوكت وعدم عودة المشكلة مرة ثانية سوف أستخدم هذا سوف أستخدم هذا القماش بالشكل هذا سوف أضبطه بالشكل هذا سوف أستخدم هذا سوف أستخدم هذا سوف أستخدم هذا سوف أستخدم هذا حتى بحق خاصي ونشوف راح تسبب اشكالات له رجع كل شيء مكانه طبعا اللي فاتح الشاشة قبلي ما شهد البراغي ما للشاشة فخلي شيد براغي من ادنا اخيرا خلي نختبر شغلنا شباب مثل ما شوفون شباب جاي احرك بالشاشة بدون اي شكالات حتى اضغط عليها ما تسبب اي فصلة بالصورة مثل ما شوفون دلال عن انه المشكلة انتهت ما ظل اي مشكلة عندنا شباب مثل ما شوفون بس هذا كل شي اللي حبيت اشرح لكم يا بهذا الفيديو اتمنى انه يكون فيديو مفيد ونافع لكم اذا اعجبكم الفيديو تنسوني بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس قوموا اياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك في امان الله